هو في الأيام الحضيرة دي بقى فيه ناج كتير بستعمل النقاب كأن هما يسرقوا وحاجة والتوحش من كده فأنا كنت عايزة أعرف رأي حدتك في الحاجات دي هو النقاب ليس فرضا وكشف الوجه فريضة على المرأة في الحج يعني الحج ما نفعش البنت أو الست أنها تغطيه الشه وإلا يبقى عليها دم وده بيخلي النقاب غير خضية الحجاب اللي هو الحجاب اللي بنسميه الحجاب الشرعي اللي هو مطلوب في الصلاة البنت علشان تصلي لازم تتوضع زي الولاد علشان تصلي لازم الوقت يدخل زي الولاد علشان تصلي لازم تستقبل القبلة زي الولاد وعلشان تصلي لازم تستر العورة أيضا زي الولاد بس يا الفرقة إيه إنه اللي مطلوب منها إنها تستره هو ما عاد وجهها وكفيها فيبقى إذن قضية الصلاة برضو بتدلني على نفس الفكرة وهي فرضية الحجاب فيه كثير جدا من البنات تلاقيها مثلا مش محجابة ولما تيجي في الصلاة لا تلتزم بالشرط علشان صلاتها تقبل لأنه ما ينفعش إن أنا أصلي وأنا مش متوضي وما ينفعش إن أنا أصلي لغير القبلة وما ينفعش أصلي لمغرب دلوقتي مثلا يعني فإذن الالتزام بالشروط شروط الصلاة من ضمنها الحجاب